مرحبا معكم كالمي شماس كيف بد يكون اليوم الخميس 1 أيلول سبتمبر أول يوم بشهر سبتمبر كيف بد يكون اليوم الأمر موجود ببرش العقرب المائي يعني اليوم نشاهد صار حلو للأبراج المائي موالي برش العقرب مواليد برش السرطان موالي برش الحود كذلك مواليد برش العثراء ومواليد أيضا برش الجديد كيف بد يكون نهارنا البداية مع برش الحمل مواليد برش الحمل الجو اليوم أريح بالتأكيد من 30 يام اللي قطعت ثلاث يام اللي قطعت ما كانت ابدا سهلي كان فيه شوية ازعاش كان فيه شوية توتر شوية ضغوط اليوم النهار ارياح اليوم الجو نوعا ما مفيد لالكن بيخليكن ترجعوا توقفوا عجريكن وتصلحوا الاخطاء اذا حصل اذا حصل امكان ما حصل انتو بعدكن محميين من تأثيرات بتأثيرات كوكب المشترية فالاجواء عنكن حلوة ما تعتلوها سبع عشرين ثمين عشرين تسع وعشرين ادار مارس بعد الاكثر حظا ننتقل لبرش الثور مواليد برش الثور الجو فيه يكون شوية متقلب مش بالضرورة سلبي تذكروا الشمس موجودة ببرش صديلة للكن فايا مواجهة فيها تطلع لصالحكم لكن مش انتو تطلبوا المواجهة في حال حدا طلب مواجهة او ظهر لانو بدو يواجهكم بدو يعمل مشكك انتو فيكن تطلعوا ربحانين شرط انو ما تفوتوا بهذه القصة بتحكوا بطريقة هادي ورايئة وموضوعية وساعتها فقط تطلعوا ربحانين لذلك كونوا حاضرين خاصة اربع خمسة ستة عشرة وحداش ايار معيو منروح لبرش الشوزاء مواليد برش الشوزاء اليوم منو سهل مثل الثلاثة ايام اللي قطعت اليوم بتكون ترجعوا على الشغل الجدي بتكون تبلشوا تركضوا بتكون تشتغلوا من كل قلبكن الامور تكون مرتبة مدروسة اليوم اول يوم بشهر سبت لازم تسمعوا هلا الابراج الشهرية رح تنزل عندكن على اليوتيوب عندي شهر منو سهل لالكن والاسبوع طبعا ابراج اسبوعية موجودة فلذلك اليوم نخدها خطوة خطوة اليوم بساعدكن لحتى تنظموا وقتكن ضروري التنظيم ضروري تنسيق الويش بيت وقلا رح بتلاقي وحالكم باطلت اسبوع الدني فوقكن تحتن والدني ايامي عادي فكونوا حذرين خاصة مواليد 27 28 29 ايار مايو اكثر حظا 11 12 ايار مايو منروح لبرش السرطان يوم كتير حلو لموالي برش السرطان هناك تكامل بالوجبات هناك تكامل بسير الامور هناك انجازات حلوة هناك تعاطف معكن الحظ معكن الاجواء جيدة هناك فرحة كتير حلوة وكأنه في شي بيزبط بيصير حتى ولو ما صار شي النفسية حلوة النفسية حلوة وهيدا النفسية هي اللي بتعطي القوة اللي موالي برش السرطان لحتى يعملوا اللي بيردوه اجواء حلوة كتير معكن اجواء ايجابية اجواء رائعة من الايام الحلوة الحلوة بشهر سبتمبر يلي مبلش اليوم وما تنسوا تتابعوا ابراجكم الاسبوعية وشهرية عندي عنا على التشانل الاكثر حظنا فيها تكون موالي 28 29 و 30 حزيران يونيون منروح لبرش الاسد موالي برش الاسد الاجواء اليوم عند موالي برش الاسد بعتبرها صاخي بشوي صاخي بشوي لأنه في بعض الاصاص بده تنحل مش كل شي فينا نغمض عيوننا ونخبي راسنا مثل النعامي نخبي حالنا وراء اصبعنا في اشياء بتكون تواجهوها فموالي برش الاسد في عندكم بعض الاصاص الشخصية والعائلية يلي بتطلب حضوركن بتطلب لازم تكونوا موجودين لازم تحكوا لازم تعبروا عن رأيكم دافوا عن رأيكم تظهروا وجهة نظركن ليش لا اليوم موالي برش الاسد في بعض الاصاص يمكن تكون عم بتصير اللي علاقة مع الاخوة او مع اشي عائلية بتكون تحكوا فيها دافوا على الاقل عن وجهة نظركن ساعتها بتمرؤوا الامور بطريقة جيدة وتذكروا انه الامر من برش العقرب منه هالأدي سلبي الشمس من برش العذراء منه سلبية فقط مطلوب منكم انكم تكونوا ويعيين على هذه الامور وعم تشتغلوا من كل ألكم ما تقزوا حدا ما تتعرضوا لحدا والامور تطلع ممتازة خاصة عن 29 و 30 تموس يوليو ننتقل لبرش العذراء يوم رائع لموالي برش العذراء موالي برش العذراء اليوم هو من هالأيام يلي بتسمح لموالي برش العذراء يبينوا بأحلى حلة بتبينوا من اكثر الأبراج قدرة من اكثر الابراج نشاطة من اكثر الابراج قوي من اكثر الابراج قدرة على قيادة الامر عندكم افكار زكية كتير عندكم قدرة استيعاب عندكم قدرة على كلام شاطرين كتير زكية كتير واليوم بتقدروا تمسكوا زمام الامور من الايام الحلوة الناشطة جدا ما بتخليكم ترتاح يوم ممتاز لبداية شهر ممتاز مننتقل لبرش الميزين موالي برش الميزين اليوم نهار بتكملوا في بعض الأمور بتكملوا في بعض الأمور وبتفرحوا ببعض الأمور وبتحاولوا بعدة نقاط انكم تفرحوا بانجاز معين هلأ الأمر رح بساعدكم لكن الشمس معقولة تأخركم شوي لذلك موالي برش الميزين حاولوا تمشوا عالدق أو نص وكل شي بدو يكون مدروس وكل شي بدو يمعمول قبل بوقت حضروا شغلكم كل شي والشمس موجودة ببرش العتراء شغلكم بدو يكون مدروس مش عشوائي ولا اعتباطي أبدا ما لازم يكون اعتباطي ننتقل لبرش العقرب اليوم نهار فرحة لموالي برش العقرب اليوم موالي برش العقرب يعني ما بيعتوا فرحتهم لحدا عم نحكي طبعا فلكيا الحظ معكم الحظ مسحل أموركم أجواء ممتازة مع موالي برش العقرب بيسمح الأمر من برشكم أنكم تكونوا الأقوى الأنشط الأسرع الأكثر قدرة على إيجاد الحل والكلمة الفاصلة الكلمة الأخيرة لألكم ويمكن حتى تكون الكلمة الأولى أيضا الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة موالي برش العقرب نهاركم ممتاز بلشت الأمور تثبت عنكم بلشت الأمور تتحسن بشكل كتير كبير سمعوا برشكم الشهري لحتى تتابعوا نشاطكم كيف مكمل خاصة جزء الأول منه وبعتاد أنه أي مسألة ناطرينا تثبت مفروض تسمعوا جوابها نهار ممتاز ننتقل لبرش القوس مواليد برش القوس بتهدى الأمور عندكم بشكل كتير كبير لدرجة معقولة تزهقوا أو تزعلوا نهار معقولة يخيب الأمال نهار معقولة يكون مزعج نهار معقولة يكون بيدايقكم نهار معقولة يسبب لكم إزعاج وجع راس نهار بتتأخر في الأمور وتتعرق الأمور ويمكن تسمعوا أخبار منا كتير على يمكن أنتم مالكن علاقة فيها لكن يمكن تزعجكم لذلك كونوا منتبهين ويلي عندوا الشغل كتير مهم بدوا ينتبه لشغله بدوا يتابعوا بيداقة لأن الأمور معقولة تطلع وتروح بغير اتجاه تماما معقولة تصدمكم لذلك كونوا متبهين وتابعوا أموركم لذلك كونوا متبهين وتابعوا أموركم لتظلكن أنتم ماسكين زمام الأمور منتبهّ Lion Мих نهار الكتيرًا那 betrayal لمواليةえる تبعوا برشة الجديه نهار موفق تماما نهار بتكمال في الأمور نهار بتتعاطفه مع الأمور بنفسية كتير كبيرة نفسية واعية منيال رائعة منيال منيال بيقلوا بدني فؤاني تحتيني لصالحكم. سريعين ناشطين ومحظوظين. شو بدكن أحلى من هيك. من روح لبرش الدلو. مواليد برش الدلو هلأ متعب شوي الأمر من برش العقرب لأنه بالبيت العاشر بيوجع لكم راسكن شوي بركدكن بيسهركن ما بيخليكن ترتاحوا وقت الاستراحة لكن مسؤوليتكن كبيرة وانتو بتعرفوا هالشي وانتو عم بتتابعوا هذا الشي. أجواء متعبة شوي لكنها مهمة ولا يجوز الإهمال بتاتاً بتاتاً. خاصةً إذا وعين تحت تأثيرات كوكب زحل يعني مواليد 19 و11 فبراير كونوا حاضرين. من روح لبرش الحوت مواليد برش الحوت نهار رائع نهار رائع بيسمع هذا اليوم لمواليد برش الحوت انه يعمروا كل شي تهدم. بيسمع هذا اليوم ليفرح مولود برش الحوت. يفرح ويغني ويترغل وينبسط وينجح ويوزع نجاحات ونهار مهم جداً ضمن فترة متعبة ضمن فترة متعبة. لذلك أول يوم مساء بأنه بشهر أيلول سبتمبر لشهر متعب سمعوا برش كون الشهري رح يسمح لكم أن تتخطوا الكثير الكثير. مش أنه تتخطوا ماشين وتقطعوا خطوا رح يطيروا فوق الأمور وتقطعوا إلى الجانب إلى الطرف الآخر. لكن ما بوعدكم أنه هالشي رح بيتم بكل أيام الشهر الباقي. لذلك هلأ أنتو عنكن قدرة على التحليق عالياً استفيدوا منها. بختم مع مولود اليوم اللي لمولود اليوم انتظاروا سنة كثير حلوة سنة فيها نشاطات مختلفة متنوعة بتزيدكن مهارة على مهارة بتزيدكن نجاح على نجاح إذا أنتو جاهزين. إذا بتكونوا كاسولين خمولين ما فرقاني معكم بتضيعوا عليكم هذه السنة الممتازة يلي رح تكتمل السنة التالية أصلاً سنة الثلاثة عشرين كلها رح بتكون سنة مميزة للمواليد اليوم. في أكثر من نجاح في أكثر من تقدم وفي وعود كتير مفروض تقدروا تحصلوا عليهم. بدأتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي.